تعلم هل تعلم حضرتك ان قصة او ازمة مباراة السوبر اللي حصل والكاميرات الفار هي اللي حلتها ايه اللي حصل اللي حصل ان هم قالوا ان احنا جبنا شريط من ابو ظابي شريط المباراة اه ده مشكلة السوبر والاحداث نفسها شريط اللي جبنا ابو ظابي ده عليه الماتش بس فالشون القانونية او لاجلة الانضباط او اللي بيتعرض عليهم الازمة بدأوا يجيبوا الفيديوهات اللي اتشارت على الفيس والسوشال ميديا ماشي فلما جات الفيديوهات دي قال يا جماعة دي فيديوهات من وجهة نظر اللي مصورها يعني واحد مشجع علىه فبتزور لعيب زمالك مثلا عمل ازمة ومشجع زمالكوي بيصور لعيب اهلي عمل ازمة ماشي في حد فيه ادارة النظم اسمه الاستاذ محمد عبادلي او العبد الاستاذ محمد ده اقترح عليهم طب احنا ليه في المشكلة وده موجود فيه تقنية ليه علاقة بحكاية تقنية الفار ما انا عندي 16 كاميرا مصورة الاحداث عكس الكلام اللي اتقال يعني الكلام اللي اتقال احنا جبنا الشريط من ابو ظبي ولما بقى النادي الاهلي بعت لقناة ابو ظبي وللاستاذ يعوب الساعد رئيس قناة ابو ظبي سأله هل انت ابعت شريط قال له لما حدش طلب مني شريط بشكل رسمي وانا ما بعتش هم جبوه بشكل ودي هل الكرة طلع بيان بكده انت فاهمني يعني هم بعتوه بشكل ودي بس البهان الرسمي اللي اتقال متحدة الكرة ده يعني بيتطلعوا كده من غير ما يبقى فيه ادل وحكي حديلك بقى حديلك بقصص دي ماشي هل تعلم حضرتك السيد الاستاذ عمر الجنيني رئيس اللجنة المقاطة كان حيتم ايقالته من منصبه عشان في شخص اسمه الاستاذ محمد الشريعي استاذ محمد الشريعي ده محاسب وكان شغال في الاتحاد الافريقي الاستاذ محمد الشريعي الاستاذ عمر الجنيني عينه في اتحاد الكرة مدير مالي ليس من اختصاص اللجنة الموقعة تعيين لمدير تنفيذي للاتحاد ولا مدير مالي خلاص لأنهم موظفين ومش دي مش موكلة لي حتى الأستاذ وليد العطار أو كابتن وليد العطار ده قائم بأعمال مدير التنفيذي لما تعين أستاذ محمد الشريعي وتبره ومشي بسبب إيه من الاتحاد الأفريقي يعني ما عنديش معلومة في الموضوع ده لما تعين الست فاطمة زمورة اعتبرت أن ده تحدي صارخ اللي هي أن هي إزاي أن هنمشي حد فأنت تعينه وإنت لجنة أنا اللي معينات أوكي لو لا تدخل موانس هنا بريدة في الموضوع ده رجع أو القرار توقف بيقاف هل تعلم أن الاتحاد الأفريقي لم يوجه أي دعوة للجنة الموقعة أو يعين من أحد من لجنة الموقعة وأن السيد الرئيس للجنة الموقعة حضر حفل الأفضل اللي تعامل في الغردئة فيا، أفضل لعب أفريقي اللي تعامل في الغردئة بصفة الوظيفية يعني حضر بدعوة هو مش رئيس للجنة، مش كان رئيس للجنة فيى الوقت ده هو أمنا، هو رئيس لجنة ماشي، بس هو ما حضرش بصفته بصفة الوظيفية وظيفية بالنسبة لحد من الرعاة وظيفته الخاصة لحد من الرعاة بدليل ان الاستلم جايزة افضل اتحاد المهندس هنبوريدة المستقيم هل ما يحسبش ليه لرئيس اللجنة ان هو جاي براعي للحفل بشكل معين حتى افريقي ده بدينا حاجة ده فايدة الاتحاد الافريقي مش لمصر افايدة اللجنة المنظمة يعني حضر مين اللي حضر بصفته من اللجنة ولا واحد كلها دعوات خاصة دي معلومة حاجتك مؤكدة مش هقولك حاجة انا مش متأكد منها هل من الممكن ان يبقى الحفل موجود في مصر ورئيس الاتحاد المصر موظفين عند الاتحاد الدولي موظفين الاتحاد الدولي حطيتهم يديروا الاتحاد لفترة مؤقتة دول موظفين بمقابل حاجة معروفة يعني حاجة حاجة صبعية معروفة يعني فانت يعني دخلتنا في قصة وخصص يعني وتشوف بقى يعني الحاجات اللي هي بتتم داخل اللجنة او داخل اتعاد القرى يعني طلع السيد الرئيس قالك ما فيش حد يتعين وما فيش ومرتبات قلت ولا مش عارف المرتبات ايه تفاجأ ان فيه ناس في لجنة المسابقات متعينين وبياخدوا مرتبات وما بيجوش في لجنة الشؤون اللاعبين اسماء موجودة متعينة وما بيجوش بتعينات حصلت اثناء وجوده؟ اثناء الفترة دي تعينات بالجملة تعينات بالجملة كل دي ازمات موجودة داخل اتحاد اللجنة المؤقتة وللأسف الشديد مع كورونا والكلام ده الناس مشوخ ده بالها والناس بتطلع في التلفزيونات تقول كلام عقص الواقع اللي بيحصل خالص يعني عكس الواقع اللي بيحصل خالص وليس من مهمة اللجنة او اقرارها تاني اللجنة المؤقتة انها تعين مدير تنفيذي تعين مدير مالي تعمل الفار ده ما كانش من مهمات الاتحاد الدولي لما جابهم قال لهم عليها او كان اللجنة المؤقتة انها تقوم بيها كل دي حاجات لم تحدث وتحس الناس بتجري في حتة وفيه ازمات داخل الاتحاد يعني انت ازاي محترام الشديد لزملاءنا الصحفي وسعيوهم ودي شغلتهم انت تبقى صحفي في مركز الاعلامي في الاتحاد دي شغلتك انت مش هجيب حد مهندس يشغله في المركز الاعلامي وكلام ده كله لكن ان الموضوع ده يتم بالشكل ده اولا التوقيت مريب توقيت ايه توقيت ان تعمل لجنة اعلامية في هذا التوقيت ده توقيت مريب لان حادتك بقى لك من شهر 8 احنا في شهر 4 يعني بقى لك 6 شهور الناس تدار يكون محتاجين لجنة اعلامية في التوقيت ده في التوقيت اللي مفيش فيه نشاط في التوقيت التوقيت اللي فيه عندك ازمة مالية ما تشقدر تسد فلوس الحكام فتعين 24 كان عنده رعاة وعنده راعي بيصرف عليه وكان عنده فلوس بياخدها من اتحاد الافريقية محدش علينا الكلام ده لما طلبه محدش علينا الكلام ده بدليل ان هم راحوا جوابوا فلوس من الوزارة عشان يدوها للاندية